دلوقتي جمعاتكم مع بيت العز مع نجوة براهيم برعاية البنك الاهلي المصري بنك اهل مصر على نجوم افقام ونجوم افقام تي في نجوم افقام على كيف على كيف صباح الفلق صباح الهنى والسعادة زيكم وحشتوني جدا جدا وعايز اقولوكم ان المعاد بتاعكم اللي انا بقابلكو فيه ده بيبقى مهم قوي بالنسبة لي بصراحة يعني بنتقابل عن جوم افقام 100.6 كل يوم خميس من واحدة لاثنين وبنعيد تاني على التليفزيون من اربعة لخمسة يوم السبت بعد التوم الاسبوع ده قابلت واحدة لطيفة جدا قالتلي انا عايزة اخد رأي حضرتك في حاجة قلتلها اتفضلي قلتلي هاخد من قلتلها اتفضلي ايه فيه ايه قلتلي اصلا جوزي عاوز يدي المفتاح لامامته مفتاح ايه قلتلي مفتاح الشقة يا مام النجوة يدي مفتاح الشقة اللي مامته ليه وازاي هو يقبل على نفسه وهو قوتنا رفزت يا عيني قلتلي طب هاتي نفسك بس يدي المفتاح بمناسبة ايه عشان تيجي اي وقت قلتلي حلوة اوي يعني مش مفتاح عشان هي هتعيش معك قلتلي لا هي تيجي اي وقت قلتلي طب اماله لما تيجي اي وقت المهم ده كان النقاش وده اللي انا هاخد رأيكو فيه لكن لما جيت كعاتي اخش بقى على زميلي وزميلاتي واللي وحشني جدا المجاش اللي استاذ ميدو ابو سعفان قصدي ابو سفيان انا دايما بدلع ابنه انه هو ابو سعفان سألتهم انت ممكن تدي مفتاح الشقة لمن مهو طبعا مفتاح الشقة ده عشان الجواز ده شركة فلازم الشركة اللي هو الرجل والست الزوج والزوجة كل واحد مع مفتاحه طبعا اما سألت واحد زميلي قال لي قدي المفتاح لحماية فانا وقفت كده ثانية وقلت له اشمعنا حماك يعني ليه ما يكونش حد باباك مثلا قال لي اصلانا والحقني قال لي اصلانا بابا سكن بعيد قوي انما حماية قريب وحماية ده اللي هو طبعا ابو مراته فقال لي لازم يبقى مطمئن على لان انا في الشغل كتير قوي كل يوم طول النهار تقريبا فيبقى هو برضو من حقه يتطمن على بنته اما رد جميل رد حلو قوي لما سألت واحد بقى تاني قلت له يا ميدو هتدي المفتاح لمين قال لي لا مش حد المفتاح لحد قلت له قال لي ليه حد المفتاح لحد ليه لا مفيش داعي قلت له طب ولا حد ماما بابا طنت عمي عمتي اخويا قال لا قلت له خلاص ابتدتها سأل لقيت ان كل واحد بيدي المفتاح لحد شكل طب هل المفتاح ده اللي هو رمز الامان والثقة ده محظور على الناس معينين حتى لو كانوا اقرب الاقربين نعم صح ليه بقى لانه حسب الراحة النفسية يعني ليه انا قدي مفتاحي لحماتي من قدي الماما طب ليه قدي المفتاح لحماية طب من قدي البابا حاجات كده اذا الموضوع النهاردة انت هتدي المفتاح لمين ده عنوان الحلقة النهاردة ده الموضوع وكمان برضو قديلكوا سر على ماما نجوة في النص هسألكم انت معاك كم مفتاح هتقول لي كم مفتاح هقول لك شخصيتك ايه انتو يا حلوين يلي بتسمعوني وبتشوفوني دلوقتي كل واحد معاك كم مفتاح سألت برضو واحدة زملتي قلتلي انا معايا مفتاحي مفتاح العربية مفتاح الشقة مفتاح العمارة واحدة قلتلي وكمان بدي المفتاح البواب وانا تخضيت قلت ازاي هتديلي البواب لا قال للأصل البواب ده عشرة قديمة وا 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 في ناس بتدي المفتاح مثلا اللي بتشتغل بتساعدها في البيت في ناس بتدي المفتاح ده بقى حنخش بقى الاطفال اشتركوا في النقاش ايه بقى هو النقاش واحد زميلي قاللي السنة وانا صغير كانت ماما تحطيلي المفتاح في دبارة كده وتحطها لي تحت الفانيلا وانا كان عندي ست سبع سنين البسوا كأنه سلسلة عشان لو حصل اي حاجة فاردت قالتلو او الله ده انا مرة جيت ملاقيتش حد هنا ممعيش مفتاح قعدت ثلاث ساعات على السلم فلاقيت الحوار بقى ابتدى يسخن وانبسطت قولت بس ده النهاردة الحلقة هتبقى لطيفة جدا جدا بس عايزة اقولكو على حاجة انه ماينفعش برضو قدي المفتاح لاي حد انا شخصيا مديها المفتاح مثلا لولادي وهم قبل ما بيجوا ماما انت موجودة في البيت احنا هنعدي عليك اوكي انا مقدرش اروح لولادي عشان مرتتهم لازم قبلها برضو ابقى عارفة وقلهم استأذن انا حاجة عشان برضو يعني مرت ابني لا تحط شوية روج تسرح شعرها تبقى براحتها لانه مش حلو اول واحد يقابل الناس باميس النوم والبشام مش مش لطيف ومش حلو ان احنا نيجي على ساقه ده مش معناها انها دعوة انك تفرق مفاتيح الشقة على كل الناس تمام فانا انتبسطت قوي 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 والحكاية انه في حاجة مهمة برضو انه في طفل صغير طلب من ابوه هو الطفل ده عنه 13 سنة قال له انا عايز مفتاح الشقة يبقى في ايدي خلاص بقى مش هيعلقوله في صدره ولا بتاعه فبابا رفض ما عرفش رفض ليه لكن هحاول اقولوك وحكيلكو بس من غير اسماء وبعدين كلمة انه يبقى معه مفتاح الشقة وبعدين تلاقي حد بيفتح على سهوة وقعدت ادور يعني ايه سهوة لقيت ان السهوة هي الغفلة اللي هي يجي على فجأة غفلة وانت متكونش مستعد له خالص فان شاء الله يعني هنشوف المشاكل النهاردة في حلقة النهاردة المفاتيح بيت العز ونشوف علشان ايه حكاية ان حد يجيلك على سهوة لا قدر الله انتو لسه مع بيت العز مع نجوة براهيم برعاية البنك الاهل المصري بنك اهل مصر على نجوم افقام ونجوم افقام تي في اهلا بيكم مرة تانية في بيت العز والنهاردة معك كم مفتاح هتدي المفتاح لمين حالو؟ انا شايف ان النهاردة فكرة لطيفة وربعتولي اميرا بتقولي وحشتينها جدا يا ماما نجوة وانتي كمان وحشتيني اميرا الاسبوع اللي فاتنا فعلا اه معلش ابس انا عملت حاسس غنانة ودي تعبتني شوية نزلت كده اهو لازم الواحد يبص هيحط رجله في اين ودي هعمل عليها الحلقة ان شاء الله المهم المفتاح بقى هنقول احنا هندي المفتاح لمين خيص؟ طيب اه في افكار كده حطتها لما قلت الفكرة قلت طيب ما احنا حلو قوي لو حد قالك اديني المفتاح بتاع البيت مش حد يعني حد قريب قوي لسيق لسيق ولزيز اه تتصرفي ازاي اول حل انه تبيني للطلب ان المفتاح ده مسئولية كبيرة جدا وعشان كده اه امنية اه امنية بتقولي انا امنية صباح الخير يا ماما ناجوة بتقولي المفتاح ده الامان ومش اي حد بينول الشرف ده لان الامان ده اهم حاجة في الدنيا عندك حق انا لسه كنت بقول كده الكلمتين دول انت عندك حق امنية اشكرك على الرد بتاعك فممكن قوي انه اه هتحسسيه انه لا معلش اصل ازا كانت حماتك معلش يا طانت معلش يا نينا اصل اه المفتاح اه انا عارفة انك بتحبينا و اه لكن برضو في سنك ده اه صعب ان انا اديلك المفتاح لا تنسيه ولا يقع منك ولا حاجة هي ملهاش ضعب اللي هتقولي كله اول ما هتقولي لها في سنك ده مش عاوزة خلاص وخلصت حاجة تانية لو حسيت ان الكلام العاطفي لو قلت له انا بحبك قوي بس مش هقدر اقول له حاضر انا بس المفتاح بتاعي انا عملاله حاجة لطيفة قوي عملاله افل بباسورد وكمان يوزر نيم تقولك ايه؟ ايوا يا طانت عملاله حاجة لطيفة افل الكتروني عملاله باسورد و يوزر نيم وحضرتك لازم تعملي خمسين تاكا تاك 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 تاكو تطعي تاك تاك تاكي علشان تطلع خصوص ولازم يضع اسمكو وولي ايه يابنتي خالصنا مش مهم اب بعطلك رسالة طيب. ده حاجة حلوة قوي. اه مشت. حالة تاني انك تأجلي للموضوع ده خالص. وتقول لها بص يا تنت. انا هطلع نسخة. بس النهاردة الحد. ومعليش المحل قافل. وبعدين رحت ستا الصنايا كان نايم. وبعدين التالت قال لي والله انا ما عنديش وقت ابني يا عيان. يا نها ربي. هو الموضوع مش كذب. هو ده كله ممكن يكون حقيقي. بس انت ما تقدريش ان انت توجيها. تقول لها لا. مش هديك يا تنت المفتاح. خلاص. ده مش حلو. لان دايما العلاقات بتبقى جميلة قوي لما تبقى فيها شوية عواطف. عواطف. فيها شوية حنية. فيها هدوء. فيها شوية احترام. فيها شوية طب طبعا مش دبش كده. كويس. لو حاماتك بقى اصرت. اصرت ان هي تاخد المفتاح عن طريق ابنها. فقول لها ومال يا تنت. حاضر. وانت طبعا بتشتغلي. قالوا يا تنت. ممكن لو سمحت بس قط النوم بتسويها لي. والدولاب كان مكركب سويهولي. وبعدين عايزين ناكل ملوخية ومحشي ورق عناب. واحنا جايين. حاضر يا حبيبتي. عناية الاتنين. تانيوم. قالوا يا تنت. انا عايزة بس السلم كركبة خالص خالص خالص. والبركي والبتاع عايزة تعمل. وبعدين عايزين شربة عدس وعاوزين محشي كورم. بلاها بقى. بلاها سوس. بلاها مفتاح. خلص. انا مش بقى. انا عارفة مين اللي عادل دلوقتي يقولك. اه الحق ماما نجوة. بتقوم مين. لأ انا بقولكو ايه اللي بيحصل. وبقولكو ان هو ده بدل ما يحصل بغلاسة. والببان تتقفل. اللي هي العلاقة يعني. شوية زكاء. شوية حلاوة كده. ولزازة وشوية. وتبقى فكهية. او انت تبقى فكهية. فده اهم حاجة. في حاجة تانية بقى. اللطيفة جدا. قبل ما اطلع فاصل. عايزة حكاها لكم. اللي هي ايه. انا. ما عربش سمعتها زمان او قاريتها زمان. الملاك قبل الشيطان. فقال له. ايه اللي انت عملته ده يا شيطان. انت حقيقي تستحق ان انت تبقى إبليس وشيطان. والناس تكرهك. ايه اللي انت عملته. قال له انا عملت ايه. قال له مش انت. كنت السبب. ان في مجزرة حصلت. وعشر بني قدمين ماتوا. قال له ازاي يعني. ده انا فكيت الحمار بس. قال له يا سلام. ازاي يعني. قال له شوف. انا فكيت حمار. والحمار نط على الصور. راح الجنينة اللي جانبه. كان كل الاخضر واليبس. كان الخص والجرجيل والطماطم وكل الحاجات. فجيه صاحب الجنينة. طبعا شكف مين? في جاره. فات خارق مع جاره. طخ. ده الحدد دي زمان قوي. مش اليومين ده. زمان جدا. زمان قوي قوي. خلوا بالكم. فجاره. قال له انت موت تاني. لا لا لا. وراح داخل جايب المسدس بتاعه. فالابن الولدين والادي التاني. ها. طلعوا. ايه انت هتعمل اتموت او. قال له. تيك تيك. المهم ابتدوا. يقتلوا في بعض. فماتوا عشر. قال له شوفت بقى يا ملاك. شوفت ان الشيطان اللي هو انا. والله ما عملت حاجة. انا يا دوب فكيت الحمار. ودي كانت نهاية فرقة بديعة المسرحة. فشوفوا قد ايه. انه مستصغر الشرر بيجي منه الحريقة الكبيرة. اللي تاكل بقى الاخضر واليابس والشجر والربات كلها. فالفكرة انه. هتقول لي يا ماما نجوها تقعد ساعة تقول لنا وتقرقر في مفتاح الشقة. اه. مفتاح بيت العز. ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش زي ما قلت لكم كده. خلاص. المفتاح لا يجب ان يكون متاح. ونطلع فاصل. انا بتكلم جدا. ايه. بيت العز مع نجوة براهيم. برعاية البنك الاهل المصري. بنك اهل مصر. على نجوم افقام ونجوم افقام تي في. اهلا بكم معايا. انا نجوة براهيم في النجوم اف ام في بيت العز مع بعض كل يوم خميس. بصوا بقى على فكرة انا لما رجعت من بتاع دي الاجازة. سمعت اغاني. انا بحزر منها بقى. ارتعالي اللي احنا سمعناها من شوية. بتاعات رامي. دي رامي صبري بيقول ايه. ايه خربت جمالها. ازاي يعني يا رامي. ليه كده يا رامي ده انت عاد شافي. ايه خربت. اقول لها خالي. قال ليه بس. تلع له حمائي. قال له. قال له يلعن ايه. يلعن حاجة كده. مش قادر افهم. يعني في. يعني ننقي الكلمات. هي ما حصلتش يعني ما وصلتش ان انا اقول يلعن ابو كذا او يلعن اليوم اللي شفتك فيه. ولا يخرب بيت. اه صحيح في الاخر فيه جمالك. ما قالش لا بابا ولا ماما. الحمد لله يا رامي. جات سليمة معاك. طيب. فيه كمان اميرة عملة تقول لي. الف سلام عليك يا ماما نجوة. علشان الحادث. طيب. فيه بقى حاجة مهمة قوي. انه. طيب فرضا يعني فرضا. لو كل واحد في العيلة معا مفتاح بيت العز. هتعملي ايه. هتتصرفي ازاي. جوزك جالك بالليل. وقالك انا ادت لماما المفتاح. هتنامي. طبعا. لغوني بقى وردوا علي. على الواتساب اللي هو زيرو خمستاشر خمسة تسعة خمسة خمسة الف وستة. والطبعا لو عايزين تتصلوا تتصلوا طبعا اهلا بيك وسهلا. 38 35 0 22. طيب. الفكرة ايه. الفكرة انه موضوع العيلة تخش في حكاية المفاتيح. دي صعبة. ليه. نمرى واحد هتفقد الخصوصية. نمرى واحد للرجالة برضو. انت كمان هتفقد الخصوصية بتاعتك. حتى لو كان بابا. حتى لو كان اخويا كبير. فيه ناس بتدي لما بتسافر في الغربة. بيدوا المفتاح لاخوك كبير. وهو صعبة برضو. ما عرفش مرات اخوه قاعدة فين. والولاد فين. فدي برضو مهم. الخصوصية هتروح. طيب. نمرى اتنين. عدم الامان. وهتبقي قاعدة. او قاعدة على اعصابك يا ترى مين. طب بتدي ليه المفتاح. ده المفتاح ده مهم يا جماعة. اه كمان انه مش اي حد يجي وانت منعكشها. مش انت منعكشها شخصيا. البيت منعكش. المواعين قد كده هو. لغاية هنا هو كده هو. في الحوض. طب ليه. طب فيه كمان الضغط النفس ان انت تبقي قاعدة. اه على اعصابك. طرى مين اللي هيطب دلوقتي. طرى مين اللي هيجي على غفلة. او على سهوة. فمفيش داعي خالص. فيه كمان حاجة اسمها. مشاكل التواصل. اللي انت كنت بتقوليله. ومثلا يا عمي يا خالي يا انكل. هتبصت لقي نفسك ايه. والنبي انت وانت ماشي بس بقاهات لي البتاع دي. وانت ماشي. والنبي والنقل لو سمحتي. والنبي. وانت ماشي. مفيش حضرتك. مفيش حتى لو سمحت معلش لو سمحت دي طلعت مني. عشان انا دايما نقول لو سمحت. فدي حيبقى فيه ممكن قوي باختصار شديد ان هي حتبوز المفاتيح الكتيرة للشقة. حتبوز العلاقات الكتيرة للناس. او للأقارب. او للأهل. او حتى للمقربين. طب ما تيجل فيه حاجة كمان لذيذة قوي. قوي. اللي هي انتشار مفتاح الحياة. واحد بيسافر انا بسافر برا كتير. مساء. فلاقيت. اي اي. لقيت ان مفتاح الحياة ده. بقى كل الناس بتشتريه. وكل الناس بتجيبه. وكل الناس مش عارفة ايه. ويلا يلا. هاتي مفتاح اللي هو الفرعوني ده. حلوة. وراحت انا جايب ايه. وراء وقلم. وراحت ايه كتبة. ايه حكاية المفتاح بتاع الفرعنة. اللي هو مفتاح الحياة. هو اسمه في الفرعنة زمان اسمه عنخ. عنخ. عين. نون. خ. وعنخ ده هتلاقوه اللي بيحب قوي يروح الحاجات اللي هي. او حتى البزارات. بلاش المتاحف. المتاحف. هيلاق انه. في واحد دايما مسك المفتاح كده في ايده. على الحيطان وعلى المعابد واوع. فده هم بيؤمنوا يعني. الفرعنة. بيؤمنوا بانه. الحياة بعد الاخرة. وده طبعا ايه احنا عارفين ده. ان الحياة الحقيقية هي بعد الاخرة. اللي هي الابدية. الابدية. فالحمد الله هم قالوا ايه ناخد معنا المفتاح بتاع الشقة اللي هناخدها في الابدية. يبقى معهم المفتاح. العالم كله بيدرس دلوقتي. مادة اسمها الايجيبتولوجي. الايجيبتولوجي دي مادة. وصلت ان الناس في العالم كله. في العالم كله حقيقي. في الجامعات. ان هم بقاهم يحبوا حكاية المفتاح دي. فالواحد هم بسافر مثلا ياخد معاه شوية مفاتيح. فضة او حتى اي حاجة حديدة. انه هي حديدة صغنانة كده. بيحطوها سلاسل وبيتفقلوا بيها. فهي وصلت لان هي توصل للديكورات ووصلت للمجوهرات والالمسات والحركات كل دي. فالمفتاح ده مهم جدا اللي هو مفتاح الحياة. شوفوا بقا في. اما يجيلك بقا حد على سهوة. وده مش صاحب مفتاح كمان. يعني حتى كمان ما معوش مفتاح الشقة. ترلين ترلين. فدحنا الباب. اهلا وسهلا بعد. اهلا وسهلا. لانك ما تقدروش ده حد خبت ده ضيف. على رأي التراك ويقولك المسافر. عندهم كلمة ضيف يعني مسافر. عشان كده زمان احنا المصريين كان عندنا حاجة اسمها قط المسافرين. اللي هي قط الضيوف. طيب هتعمل ايه بقى? طبعا هتستقبل بترحاب. واهلا. طبعا مش اهلا وزرنا النبي. لا لا. هيبقى برضو. اهلا كانت طويلة شوية. الابتسامة اللي هي المنقذة لموقفك وكراكيب بطنك. والجو العام طبعا مش مناسب اللي جيه على سهوة. اه انك تستفيد من الوضع ده. وتضحك وتقولهم شوفوا بقى. بصوا بقى اللي جاي دي. شوفوا بقى انتو جيتوا على سهوة. وما خدتوش اذن ولا قلتولي ان انتو جايين. سوى انت حبيبتي الزوجة او انت اخويا الزوج. انتو جيتوا على سهوة. وتحط تحت سهوة دي. في النطق. انتو جيتوا على سهوة. ايوة النطق كده. على سهوة. ما قلتوليش انكو جايين. فمعليش احنا مش حنقدر نقعد معاكو شوية لان انا نازل. يلا يا جهان جهستي. وتاخد جهان وتنتكم بشيني. بس كده. والحكاية برضو كلها ما تقولوش نجوة جاية تقوم الدنيا. انا جاية هدي النفوس هنا. برنامج بيت العز ده لازم كلنا ايه يا ميدو. ميدو مبسوط قوي مبسوط. هتعمل اللي انا بقولو ده. طيب ان انت تستقبل الناس اللي تجيلك على سهوة. اهلا. اهلا وسهلا. مش اهلا. لا. وبعد شوية خمس. احسنتوا جيتوا على سهوة بقى احنا كنا نزلين. يلا يا جيجي يا حبيبتي. وتروحوا نزلين. يا دي الميكروفون. معلش ربنا ما يحرمناش من الحديدة دي. اه. كمان انت هتقدر ان انت تتحكم في الحوار. بعد ما قلتلو احنا نزلين يعني. هو هيغد شوية. هيبقى الحوار يدوبك ايوة. لا لا اه ما نحرد عليك ايوة. وتعملو شوية دول. المهم ان انت. اللي انا اقولو بقى لو انتو هتعلقوا عليه. الموقف ده لو حصلك. او لو حصلك. اتصرف بشياكة. باخلاق. ما تقولوش خالص خالص مش عارفة ايه. اللي انا كتبتها والله هنا اسمها ايه. مراحوا فين. استنوا والله لازم اجيبها. اسمو يا حمائي ورامي صبري. ما تقولش يخرب بيت جمالك. ولا حمائي يقول لي العن مش عارفة ايه. اوكي. طيب. خلاص كده. احنا كده. عندنا بلان اي. وبلان بي. واللي اتنين حلوين جدا. وانت استعملهم بمنتهى الادب ورشياكة. علشان الضف اللي جالك على سهوة ده. يمشي برضو على سهوة. نشوف بقى نطلع الفصل ده. ونشوف اللي جاية دي. هنقول ايه في اخر البرنامج. مهم او. بس برضو قول لي. انت معك مفتاح. علشان اقول لك شخصيتك. ده الفصل اللي جاي. نطلع فصل ده. انتوا لسه مع. بيت العز. مع نجوة ابراهيم. برعاية البنك الاهل المصري. بنك اهل مصر. على نجوم افقام. ونجوم افقام تيفي. اهلا وسهلا. اهلا بكم معايا. انا نجوة ابراهيم. على نجوم افقام 100.6. ونجوم افقام تيفي. في بيت العز. ومعايا ميدو. ابو سفيان. انت بتزع لما اقول لك او سعفان. او بذلعه. طيب. عايزين بقى نعرف حاجة عالمية دمها خفيفة. او حصلت. دي من الاخبار اللطيفة. بس الاول ارد على الشباب اللي بيبعتولي. حاجات دمها خفيف جدا. واحد بيقول لي صباح الفل يا اجمل ماما نجوة في الكون. في الكون. طب ماما بيلي في البيت. احلى حاجة. لما ساعات امشي في الشارع. يوقفوني شباب بنات ورجالة كده. يقول لي احنا الجيل. بتاع التمانينات والتسعينات. اللي تربنا مع امين. ام في البيت. وام في التليفزيون. ده غير قبلة فضيلة. في الازع. ده حاجة بتفرحني حقيقة. وتشرفني. بيه كمان مين اللي بعتلي. مو بيبس. مو بيبس. بيقول لي. بس مو بيبس انتفقني حتى انا منطقة بالزبط. اللي اولها زيرو واحد سبعة سفر. سبعة تلاتة. واخرها تمانية وسبعين تسع واربعين. واللي حط لي بقى النمل اللي في النص عارف هو فين. دي هي فين. اني بلد. متقلي دي حتى بعيدة قوي. بس انا بحييك بتقول لي. حرص ولا تخون. ده حلو قوي. ده مثل جميل. كلنا لازم نمشي. نمشي بيه. اه. فيه كمان عامر. ابو عامر بيقول. انا موافق. بس لو انتوا توفقوا. انتوا اللي هم مين. يعني انا موافق قدي الممتك المفتاح. لمراته. لو انت وفقتي انك تدي المفتاح لممتي. والله يا حلو. حلو الحركة التبادلية دي ها. تخد دي كورة. تمام. حلو جدا. طب تعالوا نشوف بقى. الراجل اللي هو لطيف اسمه مايك جونسون. مايك جونسون ده. ده محاسب امريكاني. نسي المفاتيح جوه عربيته. هيعمل ايه. هو كان غاوي افلام ومسلسلات عربية. لا طبعا. لكن هو كان غاوي الحاجات اللي هي الساسبانس والبتاع. فراح جاب كده مش عارفة حديدة. وعمل ايه. وترك. وهو بيفتح الباب امريكا بقى. انت بص تلاقي الموليس ما تعرفش هو طلعلك منين. هوب. وراح اقبضين عليه. يا جماعة. انا بفتح العربي. انت بتسرق العربي. You steal this car. قالهم ابدا. This is my car. دي بتاعتي. دي عربي. ابدا. وكلبوش وخدوه. فالفكرة ايه. الفكرة انه يعني هو بن قدامهم ان هو حرامي. وحرامي كمان وبيجيح. ايوة. انا بسرق العربية دي عربيتي. انا حرة اسرقها. اركبها. اقفلها. اقبطها. لكن هما قالوا لا. انت حرامي عربيات. اذا بلاش تسرق عربيتك في عز الدور زي عم مايك جونسون. في حاجة كمان بقى مهمة جدا. جدا. انه اا. في واحد في اسبانيا. عيلة دي عيلة اسبانية. مش امريكانية. الاب بضيع المفتاح العربية. وهم على البلاش. والمفتاح طبعا. بنزل فين. في الرمل. وادى امر. عشان في الرمل ادى امر طبعا. للعيلة كلها. والولاد بقى وتشيل البتاع وتنخل. قاعدوا يعيني تلات ايام. عمالين ينخلوا الرمل بتاعت الحتة اللي هم قاعدوا فيها. ان المفاتيح تظهر ابدا. طبعا. الرمل بلعت. بمعنى بلعت. بلعت المفاتيح. والناس طبعا. هيعملوا ايه. رجعوا بتاكسي. او لو راحوا البيت. لو هي مفاتيح البيت. هيجيبوا بقى اي حد سباك سمكاري. في الختام. بعد هذه الحلقة. المشوقة. حبيت اقول لكم بس حاجتين. المفتاح او مفتاح البيت ده. طبعا انا عايزة كنت قبل ما مشي بس حب اسألكو. وترد برضو عليها بس بسرعة قوي. لو انت هتقولي دلوقتي معك كم مفتاح انت شايله. شايل كم مفتاح. هعرف شخصيتك. فبرضو لما سألت. انا شايله مفتاح البيت ومفتاح الشقة ومفتاح العربية. ومفتاح بقى ايه. مفتاح بقى الدولاب ومفتاح الخزنة ومفتاح المكتب ومفتاح. حوالي عشرين مفتاح. ده انت قلوق جدا. او انت قلقة جدا. مفيش اي ثقة. يعني هو مفتاح الشقة ومفتاح العربية وخلاص. المهم صحيح ان المفتاح قد العقل الصباح. قد الكف ويموت مية والف. قد كده. مفتاح صغنة قوي لكن يخرب الدنيا اللي هو مفتاح البيت لان هو رمز الثقة. والمفتاح يجب ان يكون غير متاح. حتى للأقرباء القريبين جدا. علشان تحفظوا على العلاقة. ما ينفعش حد يخش عليك على غفلة. او على سهوة. المفتاح يعني ده الحاجة الوحيدة اللي بتدي احساس لأهل بيتك. بان هم يحسوا بالامان. وان الباب مقفول عليهم. يعني الباب مفتوح. احنا المصريين على فكرة فينا حاجة لذيذة قوي. ان احنا ممكن نقعد طول النهار باب الشقة مفتوح. وجارتنا كمان. وجارتنا يعني لو تدور في اربع شقة. والعلاقة متينة. متينة يعني. فتبصت لأهل اربع شقة مفتوحة. وده واخد بصل من هنا. وده واخد فصتهم من هنا. وشقة كمون من هنا. حلو. المصريين من البشر اللي هو نوعية خاصة. ملمس كده. زي السلك. زي سو ناتورال. زي ما بيقول. عموما انا بس نصيحة. ما توزعش المفاتيح او المفتاح الشقة بتاعتك زي الموز. كل واحد موزة 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 او بوسة بوسة بوسة. ومفتاح مفتاح مفتاح. ارجو ان المفاتيح عشان يعني نعيش في بيت عز مليان امان. وراحت بال. لازم نخلي المفتاح غير متاح للكميعة. انا بشكركم جدا جدا. انا كنت معاكو نجوة ابراهيم. الشهيرة بماما نجوة. في بيت العز معايا كان ميدو. اشكرك يا ميدو. اهلا نجوم اف ام مية فاصلة ستة. ونتقابل كل يوم خميس من واحدة لاتنين. على التليفزيون كمان. وبنعيد على التليفزيون فقط. يوم السبتم الاربعة لخمسة بعد الضهر. الى اللقاء. بحبكو جدا. كنتم معا بيت العز مع نجوة ابراهيم. برعاية البنك الاهل المصري. بنك اهل مصر. على نجوم اف ام ونجوم اف ام تيفي. نجوم اف ام على كيفي.